السلام عليكم من الزور في الله ومرحبا بكم لسل جياسكا بعدما تأكد الأمر وقال لك نحو تأجيل مباراية الثلاثة القديمة لشبيب قبائل أمام كل من شباب الوزداد مولودية البيض وشبيبة الصورة على هذا الموضوع وكالي قال لك جاء هذا قرار تأجيل ثلاثة مباراية في وقته لماذا أيضا دكن نحكي على هذا الموضوع ومدني يصل إلى مركز سيدي موزا لمزاول تدريباته مع المنتخب الوطني الجزائري بتوفيق لهذا اللاعب وإن شاء الله يكون في مستوى تطلوات أنصاره وأنصار المنتخب الوطني إن شاء الله أو خرج عليها العطني هذه الشباب جاتوا شباب المهم ماذا إن شاء الله بالتوفيق لك لايك على الفيديو أبوني في القناة وتركونا تعليق عن دوساء نحو تأجيل مباراية الثلاثة القادمة لشبيب قبائل أمام كل من شباب الوزداد مولودية البيض وشبيبة الصورة وهذا بسبب ارتباطات ست لاعبين مع المنتخب الوطني العسكري وتعلقوا الأمر بكل من سيف بن رابح لونس عجوت أحمد معطلة وأيضا ردو مركان ورجم وأحمد أم عمري هكذا ربما تأجيل المباراية الثلاثة لشبيبة القبائل القادمة ربما تخليه في أريحية وتخليه في بريباري مليح للمباراية القادمة قالك يا فرصة لضبط الأمور وتصريح الخطة الهجومي أم هو شيء سلبي نظرا لتراكم المباريات يعني بعد راح تراكم فوق بعضها وراهينا بشبيبة قبائل الأقل للأقل خمس مباراية خلال أسبوع كامل وهذا راح يأترى لي أيضا من ناحية سلبية أما لضبط الأمور قادل تخرج علينا أن نتوقف هذا راح يصلح لشبيبة قبائل أمور كثيرة وكثيرة لذلك وجب الوقوف خاصة في هذه الفترة الحساسة نتمنى ذلك الله مع فيديو جديد وأخبار جديدة سنوافقكم بها في جيسكا السلام